موسيقى اسمع ما يقول الكتاب المقدس الذي به نحيا ونتحرك ونوجد يسوع المسيح هو هو أمسا واليوم وإلى الأبد لا ولن يتغير كما قال عنه في سفر الرؤية الكائن والذي كان والذي يأتي القادر على كل شيء هو الرب يسوع المسيح فالمسيح هو الإعلان الكامل والنهائي لما جاء في شخصه داس أرضنا في أي مكان كان يجول كان يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس كان يتحنن كان لطيف كان يتعامل مع الناس وأخيرا قدم نفسه فدية وضحية من أجلك ومن أجلك كفارة حتى من خلال شخص يسوع المسيح تحصل على الحياة الأبدية صفحات العهد القديم تحدثوا بالإيمان عن مجيء المسيح النبوات تنبأت والرموز تكلمت وحكيت عن يسوع المسيح لكن في ملء الزمان في الوقت المعين جاء المسيح بشخصه وبجلاله حتى تختبر هذا الخلاص هذا يعطي الكفاءة أن يكون الفادي العظيم لأنه هو الوحيد بدون خطية ولد ولادة عذروية عاش حياة بلا خطية طاهرة ونقية ومات حتى يقدم كفارة لله عنك وعني حتى يخذ مكانك ومكاني بديلا عنك وعني حتى إن آمنت بي تحصل على الحياة الأبدية فندرك هذا في صفحات العهد الجديد من خلال شخص المسيح يسوع على فكرة أنا بشجعك أنك تقتني نسخة من الكتاب المقدس وتقرأ في كلمة الله كلام روح حياة وكلمة الله بتغير وبتصنع منك إنسان جديد